فإن يقول ما نصيحتكم لنا في فعله حول الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا واستهزأوا منه وماذا يجب علينا فعله الجواب عن هذا السؤال تكرر وهو أن الذين سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقصوه ليس هذا جديد من سنين فعله من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول وإذا رأوك أي يتخذونك إلا هزوة أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عنها فهم يستهدئون بالرسول يصخرون من الرسول منذ بعث الله رسول بل لم يقتصر أمرهم على محمد صلى الله عليه وسلم بل على جميع الأنبياء تنقصوهم وسخروا منهم وقتلوا من قتلوا منهم ليس هذا بغريب لا نستغرب إن هذا يحصل منهم هذا سلسلة متواصلة من فعل الكفار لكن الحمد لله لن يضر الله شيئا ولن يضر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ولن يوهن من عزم المسلمين بل إن ما ظهر من الإنكار دليل على أن المسلمين ولله الحمد بخير دليل على أن المسلمين بخير وهذه ربما يكون هذا فيه مصلحة والحمد لله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم المسلمون الآن الكفوا خول الرسول صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه وسيكون هذا إن شاء الله سبب لتمسك بسنته وترك البدع والمحدثات هذا سبيل خير الحمد لله عسى أن تكرهوا شيئا أما هم فلم يضروا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيخلط أعمالهم إذن الضرر عليهم الضرر عليهم والحمد لله صلاح البدير إمام وخطيب الحرم المدني الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله ننتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أنفالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُنُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَكَأَيْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هي أشد قوة من طريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم بانك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء نأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبلوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلىون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم مع تحية إخوانكم بمؤسسة التوبة لإنتاج الشريط الإسلامي وتوزيعه مدينة جدة حي الصفاء شارع الأغبعين بجوار مستوصف الأنصار هاتف 693 6761 591 278 2 ناسخة 591 2700 591 278 تم المنتاج والإخراج باستيديوهات مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع الهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن نستودعكم في حفظ الرحمن نستودعكم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستودعكم في حفظ الرحمن شكرا لكم